مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي نجابين مركز كنقلوا ايضا الشراعي الشركة من الشركات المهم كن مركز و مخفف لكي تتباع رخيص التامن بتربية الالانيب نعطيكم الكلورن يمكن ان استخدامه هو اول شيء اول معقيم 100% يعني ممكن انا بحث هاد القناة ديال الكاج ديما كيكونوا كتلقوا في محد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن انا نرشوا هاد القرور بخلط شوية ديال معاد شوية ديال الماء ماشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وانما هكا بها الطريقة الرشو الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانب هكا 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 ماشي مشكل هاد من جهة يعني كان نعقمو به الكاش نحن نهضروا على الكاش يعني ممكن ان نمسحو من بعد بواحد الشيتة هاد هاد الاسلاك يعني الرشو الرشو به ونمسحو هاد الاسلاك هاد واكتري القاعدة يعني تلفوق مش مشكل يعني القاعدة يعني هاد الاسلاك هاد رماء ما كتدنش راها مزيانة ولكن مع المدة كتولي يعني عنده واحد اللون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني را ديك الفضلات كالطيح ولكن يعني الفزق ديالهم يعني البول ديالهم اعزكم الله كي يبقى في ديك الاسلاك انتو ما رشو عليه بواحد الرشا وحكو بالشيسة يعني هدا دور من من ادوار ديال الكرور الكرور عاود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يجبدو المياه من 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 الابار يعني بئر كي يجدووا منه الماء و كي عصه كي شربوه منه هو الماء و كي شربوه منه الارانيب كون هم تأكدين ان هذا الماء ييلا مشواه تشربوه منه الارانيب و معشي غ zorهم ملهكي يكون عندهم واحد البول ديالهم كي يقولوا اللي اسمابه مدمم يعني شحم وعد كي يقولك هنا عندي الارانيب ديالي في العروبية و و البول ديالهم حمر يعني مالل، اللون الاحمر وما كيفهمش علاشه وما ماشي ماشي مراض ماشي مراض ولكن كيقولك انا وما عايشين بهالطريقة ولكن كيلاحب ان البودية لهم مره 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 كيقولي احمر هذا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن اننا نديرولها يعني في واحد البودية كبيرة ما زالنا خمسيطره ممكن نديروا واحد غلاقة نص غلاقة مثلا قعري شوية ديالاش ديال الكلور يعني اسموه الكلور جافيل جافيل ممكن ديروا واحد معي يلقى معي يلقى في طرو معي يلقى في يعني غلاقة في خمسيطره الكمية اللي درتوها اراها اخد دم يماشي غيمة كطروش ماشي غالي واحد غالي يدير كاس مثلا في خمسيطره هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني ارا كتكون تهييم داوية لاحظوا انكم اني كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد شنشين بحن نقولوا بحن شكل ديال يعني الاسبيرين مين كتديروها مع الماء كتكبوها واحد شنشين هدك شنشين اسموه هو فادك راهو ماء مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد اخرى اسموه تديرون سوما ديرو معي يلقى ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هدك السموم اللي كتكون في الماء اضافة انا يعني الكلور المشي المخفف يعني يعني الاتشي ناك نقوله ااتشي الناس كي معروفين كيقوله ااتشي كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة دلهم ونس هدك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومة رافيت كيلينها وكان رددها ديما باش يعني نعاون خوتي باش ميتاحوش في واحد الفخ ديال الجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني ضي السر جربة مشي ديال الادون مشي تتصمغ الادون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة ديرو نص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال زيت العود الكلور يعني اعط شيء هي نفس الكيمية تشوفوا نص الكيمية كما كانت نص كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حال المهم نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطيكم واحد المحلول تشدوه حل القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحوه ومن احسن تكون قطنة وتمسحو به المناطق اللي مضروبة بالجرب كونوا متأكدين اذا ارا غادي تشكروني بزاف على هاد المعلومة هدي لان الناس كي خافوا من جهة رب ديال يعني تساقط الشعر نتفكروا معايا نفس الكيمية ديال زيت العود زيت العود الخيصة ماشي الغالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كتدروها كتخلطوها مع اي 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 اات شيء وقتمسحو المناطق اللي مضروبين بها لمدة 3 ايام نهار الرابع ان شاء الله كي يجيب الله تسير اذا الحلقة ديالنا سالات كان نعتبر على الصوت ديال النقاقية ديال الدجاج اذا توقيت فقطهم هدي باش كي بش يوضعوا البيض اني كيبقواوا هيجروا هذا الصوت هذا اه اه كنكون اه مكن انا انا الحلقة يعني رهى مهمة الكلور رهى مهم مهم عندو فوائد بالنسبة الاني بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندfur يكون هم نقيوا به مسحوا به ذاك الولادات لأنك تكون الأنثى عادو ولدت مني ندلزو حلوقيتها ذاك الشعر ديالها والدم مني كي يكون تماما من لابد ما تغسلوها ذاك الجيها بالكلور تا هي هذه نقطة مهمة يعني أي حاجة رها مهمة فيها القلور القلور عشكي يدير؟ كي يعقم هو معاقل يعني الأمراض اللي ممكن أنها تصيبكم من من إما جراب إما يعني محويج ديال الجراتين كلها ديما يكون عندكم واحد يقرؤ ديال الكلور ممكن تخلطوهم على المبحر هكا بشير الشاشة ولا هكا المهم أنكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء نعتبرو كدواء يكون عندكم مع الأدوية الكلور يكون عندكم مع الأدوية إذا الحلقة ديالنا هي ديك نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم لا تنسوا زر جام تقعوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر